ماذا تفعلين يا أمي؟ أقوم بتوضيب حقيبة السفر ولكن هل اقترب موعد الحج يا أمي؟ نعم يا أبنائي فخلال أيام يجب أن نكون في مكة المكرمة فهيا استعدوا حاضر ما هذا يا فواز؟ أين ملابس الإحرام؟ وماذا تقصدين بملابس الإحرام؟ حسنا ملابس الإحرام لها شروط للرجل وللمرأة فملابس إحرام المرأة يجب أن تكون فضفاضة ساترة للجسم خالية من الزركشة ولا يفضل ارتداء النقاب أو القفازات لتغطية الوجه أو اليدين بينما الحذاء يجب أن يغطي القدم كاملا وماذا عن ملابس إحرام الرجل؟ أما ملابس إحرام الرجل فيجب أن تكون بيضاء خالية من الخياطة أو الربط أو العقد وهي عبارة عن جزئين أما الجزء الأول فهو الإزار وهو قماش أبيض يلف حول الخصر يستر به المحرم الجزء من جسمه الواقع ما بين السرة والقدمين أما الجزء الثاني فهو الريداء وهو عبارة عن قطعة قماش بيضاء شبيهة بالمنشفة يلف المحرم أحد طرفيها حول خصره ويستر بالطرف الآخر كتفه الأيسر بعبقاء الكتف الأيمن مكشوف وهل هناك شروط للنعلين؟ بالنسبة لنعل الرجلين يجب أن يكون كاشفا لمنطقة الكعب ويمنع على المحرم أيضا ارتداء الملابس الداخلية أو الجوارب أو غيرها من الملابس المخيطة أبي الآن فهمت لماذا قالت أمي أن الحكمة من ملابس الإحرام أن نستشعر بالذل تجاه الله ظاهرا وباطنا وأن نتساوى جميعا في نفس الزي والآن يا أبنائي وبعد أن أحرمنا وأعلن نية لأداء فريضة الحج وهو الركن الأول من أركان الحج وبدأنا بترديد نداء التلبية هيا الآن لأداء طواف القدوم وهو سبعة أشواط حول الكعبة لكن هل تعرفون يا أبنائي ما هي الأداب التي يجب أن يتمتع بها الحاج؟ نعم نعم يا أمي أنا أعرفها فعلى الحاج أن يخلص النية لوجه الله تعالى في أداء هذه الفريضة وأن يتحلى بالصبر أيضا مع كل ما يواجهه من مشقات إضافة إلى ذلك فهو يجب أن يحافظ على الترتيب والنظام أثناء أداء مناسك الحج يا أبنائي يجب أن نستيقظ الآن إنه يوم التروية هيا للذهاب إلى منا المبيت هناك لا يشترط فيه النوم يا أم فواز حسنا يا أمي ما أجمل مناسك الحج يا أبي لكن هل للحج فوائد؟ الحج كما تعلم يا أبني هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومن فوائده أننا نعظم شعائره من خلال أداء جميع المناسك إضافة إلى أن الحج باب يجتمع فيه المسلمون من كل أنحاء العالم فتراهم متوحدين بنفس الزي يقفون بنفس الصف ليؤدوا نفس الفرض كما أن الحج يا فواز باب يتبادل فيه الحجاج مصالحهم التجارية مع المسلمين ومع غيرهم هيا الآن للذهاب والوقوف بجبل عرفات والوقوف بجبل عرفات أحباب الكرام هو أهم ركن في الحج فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة أمي متى سنقوم بذبح الخروف؟ لقد أوصى أباك إحدى الشركات المسؤولة عن ذبح الهدي يا بني والآن يا أبناء سنقوم بالركن الثالث من أركان الحج وهو طواف الإفاضة سبعة أشواط حول الكعبة ولا تنسوا ترديد بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم بعد كل شوت ما أجمل أن نتساوى يا أبي في أداء هذه الفريضة الغني بجانب الفقير والحاكم في صف المحكوم كلنا وراء إمام واحد نردد نداءا واحدا أما الآن هيا بنا إلى الركن الرابع وهو السعي بين الصفا والمروى من منكم يعرف قصة السعي بين الصفا والمروى؟ أنا أنا أعرفها يا والدي فعندما ترك سيدنا إبراهيم زوجته هاجر وابنها إسماعيل في مكة ظلت هاجر تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروى ظنّا منها أنها وجدت الماء وهم الجبلان الذين أصبح موضع السعي في ديننا الإسلامي بارك الله فيك يا بنيتي أما في يوم التشريق الأول والثاني يتوجه الحجاج إلى رمي الجمرات والدعاء إلى الله تعالى والذهاب إلى منا بينما في يوم التشريق الثالث وهو الثالث عشر من ذي الحجة يكرر الحاج ما فعله في يوم التشريق الأول والثاني ثم يتوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع من سبعة أشواط وبهذا نكون قد أتممنا مناسك الحج كاملة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعت وتذكروا يا أبنائي قول رسولي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قم بالاشتراك بقناة لا تنسى أنك مسلم عبر الضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب وفعل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد